السلام عليكم أنا نرجس أخيصائية علم نفس الأعصاب اليوم نحكي لكم على التبحد لوتيسما دو بلس ان بلس نسمعو نهدرو على لوتيسما حبيت نعرف لكم لوتيسما نحكيو على الأعراض ومو الأعراض الرئيسيات على لوتيسما ونحكيو على التشخيص وأهمية العلاج التشخيص المبكر أو العلاج التشخيص المبكر enfin العلاج je me comprends plutôt العلاج التشخيص المبكر parce que déjà pour commencer مكينش علاج dans le sens où l'autisme c'est un handicap هيا إعاقا غير مرئيا c'est un handicap invisible c'est pour ça مكينش علاج من مدوش دواء في حالك العلاج parce كما هو شمرد الإنسان خلق متوحد إنه لا يصبح ومام ظهروا الأعراض في عمر معين الإنسان خلق متوحد الإنسان خلق متوحد ثم ثم يقول non c'est l'environment المحيط يقول التلوث ثم التوحد هو إعاقة تسمية تقدر تقلق قدش من إنسان parce ك يروح بالنا إن هالإعاقة هو الشخص المعاق هو اللي يكون على كرسي متحرك ألوحك لا في التعريف تاع الإعاقة هنا en France التعريف تاع الإعاقة في القانون تاع الإعاقة تاع فبريه 2005 الإعاقة هي كل حاجة متخليش الإنسان يتكون عندو حيات بين قوسين طبيعية كل حاجة توس كي ينبش ملقيتش لترم أمبشي بالعربية كل حاجة متخليش الإنسان يتكون عندو واحد عندو أمبغيما التأتأ إعاقة متخليش متخليش أمبغيما أمبغيما يتكون عندو رهاب أي حاجة تقلقو في حياتو العادية أمبغيما التوحد التوحد يظهر في الثلاثة سنوات الأولى في التوحد كان ثلاثة أنواع توحد بسك بسك مامسي نحكي بال دي اسم سنك دي اسم هو كتاب كبير أنت الأخي الصائيين في الطب وفي الصحة يعتمدو عليه في التشخيص كين دي بيرسيون كل مرة تخرج بيرسيون جديدة أنا في بيرسيون الخامسة ما ما زلنا في التشخيص نعتمدو على الرابعة بزيف في المراكز المستشفيات العمومية هنا أبقى مع البلج كيف يحدث في المغرب لكن أعلم أن هناك بعض تأخر كبير في الموضوع هذا فقط هنا في فرنسا لدينا تأخر 60 سنة بالتوحد وفي المتابعة التوحد لذلك نقوله باللي يظهر في ثلاث سنوات الأولى دابخة دياسام هادالام بين الأعراض كان ثلاثة أعراض رئيسية نلقاو إضطرابات في ثلاثة مجالات الإضطراب الأول يمس اللغة كسواء منطوقة أو غير منطوقة عندك اللي عندهم لوتيس موسيباغ نلقاوهم ما يحكيوش عندهم صعوبات تاع اللغة تاع النطق وهدوك اللي عندهم متلازمة أسبرغير نلقاوهم عندهم اللغة لكن عندهم صعوبات في اللغة الغير منطوقة أنهم يعبروا على شعورهم يفهموا شعور الغير وش من عاطفة يحس الغير هداك فرحان حزين غضبان عندهم يقرأوا الشعور على الإحساس على الإنسان على وجهه أبخي لو كنتحبوا نتخل في تفاصيل ما عندي حتى مشكل الإضطراب الثاني في العلاقات الاجتماعية هما أشخاص مكتفين بذيتهم ما يحسوش ما عندهمش الرغبة أنهم يروحوا يحكيوا مع إنسان وحد أخر ولا ناس وحدين أخرين ولا يديروا علاقات اجتماعية يديروا أصدقاء ما مع أفراد العائلات تلقاهم العلاقاتهم جد ومحدودة وما يعانيوش من الوحدة أبداً الناس هادولا عايشين في عالمهم وعجبهم ووالا وين حتى عندهم عندهم صعوبات أنهم يكونوا في العالم الخارجي يحسوا يحسوا بالراحة في في العشهم في عالمهم الداخلي وعالمهم الداخلي العقلي إليه تلماً غيش فريمان غني جداً عندهم دي كناسس عندهم عالم داخلي عندهم عندهم إمجنation خيال مش كمال خيال العادي مي يكفيهم أنهم يكونوا مكتفيين دايتياً محاجتهمش أنهم يروحوا للخرج أبري نلقاوا اضطرابات فيما يخص مركز الاهتمام تاحهم لسنتروا داتهم تلقاهم في الاهتمام ناس عندهم عندهم اهتمامات جدو خاصة و بصفة مكثفة و بصفة تكرارية جاسبر مغلطش في الكلمة هذي جبنس نقولو تكرارية دايتياً دايتياً يتعمق فيه جداً يتعمق فيه إن حتى يعرف كل تفاصيله يعيش بالموضوع هذا و بالشيء سوف تفاصيل موضوع يرجع بكثرة الدينوزور دينوزور 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 يقدر يكون الاساس و كون موضوع خاص و يلتحب بيهب سفا مواماً يتحب بيهب سفا مواماً في ديسم 4 نلقى التوحد لوتسم ديسم كامل في التوحد دينوزور لدينا ثلاثة أعراض للتشخيص هذه الأعراض الرئيسية ثلاثة في التوحد السيفير لا يوجد لغة لا يوجد أكسي لغة لدينا الترابط و يجب أن نقوم بكثرة ثلاثة اللغة العلاقات الاجتماعية إنسان لا يذهب لما يظهر يظهر في الطفولة الولد هذا لا يذهب عند الولد الذي كيفه لا يلعب معهم يجب أن يلعب معهم باش يخاف باش يدير كريز باش ينضيبكي ولا يغضب ولا يمكن أن يظهر عنيف وعدواني هو مسكين باش يحمي روحه وما فهمش لا يوجد الكود المجتمع لا يوجد الكود لا يوجد الكود العلاقات خلاص لا يوجد الكود العراض الثاني والعراض الثالث تلقاه عنده عنده موضوع اللي شغل باله كتير وعايش غير للموضوع هداك و نلقاه تاني دابره نتحدث مع الشيء عن التعريب المشيقة الذات نتعرف كيف يوجد الكتاب وضع نتعرف نتعرف للتعريب ونفج وضع النعاق كل وحطينا داخله كل ما يشبه للتوحد ما ما عرفناش نشخصه كتوحد في بعض المرات نلقاو اضطرابات الحركة وتشتت الانتباه اضطرابات التعليم اضطرابات النطق اللغة اضطرابات القراءة الكتابة الحساب اضطرابات الحركة ونلقاو في الكاتيجوري الثالثة ونلقاو الطاقة في التوحد هادول عارض أو أثنين من ثلاثة الاعراض التعليم لحكينا ونق drilling في gefunden الاضطرابات النظر voilà لن nutshellت 지난 3 المتعليم الاسبرگر لسندغم داسبرگر لسندغم داسبرگر الذي نجي ونشع فى الاعراض التالية الرائس إضطرابات اللغة لا يوجد لديهم لغة الذين يكونوا ثرتارين ولكن لديهم شام لكسيكال لديهم بعض دكتشينار عظيم ولكنهم لا يوجد لغة نجد العرض الثاني في اللغة نقام عدم اللغة ولكن لديهم صعوبات في اللغة الغير منطوقة لأنهم يفهموا كل شيء يكون سبتيل المعنى المخفي متع جملة متع نص سيخطو احنا بالمغربان الله يبارك علينا يحكي على جارك والمعنى عليك لذلك شخص متوحد مسكين كيف سيفهم في المعنى هذا مش نفهم برك نلقا عند متلازمة أسبرغر عنده صعوبات في العلاقات الاجتماعية يحب يروح يدير أصدقاء ما عندوش ليكود ما يعرفش كيفاش ولا يروح يدير أصدقاء ما بصفة وين تخليهم يصدوه يروح يحكي معهم بالعرد التالت يروح يدير أصدقاء 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 كما في Facebook و Instagram وأصدقاء يروح يدير أصدقاء يروح يدير أصدقاء 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 مجال تخصصي هناك ثلاثة أعراض أهمية التشخيص في الطفولة المبكرة ماذا بيكم؟ في الطفولة المبكرة نقدرون شخصوه إنسان كيكون مختص في هاد المجال نغيصون نغيصون نقدرون نشوفوا قديش من عرض أعليه ونقدرون نقولوا لكن العرض هادالا ينتمي للنمو العادي أو لا نبدأ التحسيس والتوعية مهمة جدا التحسيس والتوعية لتبدأ من من l'APMI من مراكز حماية الأمومة والطفولة من المساعدات من المساعدات من المساعدات من المساعدات من المساعدات وهناك هناك أشمعات لكيشة وتشخيص المبكر لكي نستفيد من البلاستيسيتي سغيبرال من سمحولي لا يوجد الكلمات كاملة بالعربية والله شفي سنسر من ديزولي وحاجة ترجع لي قلبي يعني ندير ديز افور مي الله غالب نستعملون البلاستيسيتي سغيبرال كيفاش نشكله العقل المخ انتع صغير في العمر هذا نقدر نشكله كالعجين في الوقت هذا وقد يستوعب قدر من المعارف هائل من بعد نلقا ثاني مع التشخيص المبكر نقدر نحط خطة علاج نسميها خطة علاج نحسنه من الحالة نحسنه كثير من الحالة على التوحد مي مندويوش كمپلتمن 100% نحسنه نمدلو مهارات نميو مهارات وقدرات ونتطوروهم نحسنه من حالة نحسنه كالعجين نسميوها و نديرو خطات تدريبية. باش نخدمو مع اون الإيوالي بيان سور، نديرو اختبارات نفسية نوروجيك، neuropsychوجيك، نفسو حركيه، تعال النوت قاعد لورطفونيس، تعال الوارل، نديرو دوترز أجزامن poussé au niveau ديو سورو، و اليرم باش نعارفو باش نعارفو بيان سرني لبروفيل انتع شخص هدك و نعارفو على وش لازمتنا نخدمو، اهنا وش اللي لازمتنا نحطو ان بلاس كم خطة تدريبية. حبيت نقول لكم حاجة اخرى من سيت دوتو تفاسون يفا يابور دوتخو فيديو و ان شاء الله نتطرق لهاد المعلومات اللي ما قلتها مش اليوم بسكو سي نقوت من محيط نخليكم مرة جاية ان شاء الله، سلام عليكم